محمد علي رزق اسم فنان تقيل يعني لما بتتفرج على مشاهد كتير حتى من بداياته يعمل مشهد خلاص الناس تعرفه ويبقى ده مشهد المسلسل بالنسبة له محمد بدأ المشوار بمشاهد أدوار لحد ما بقى بطل مهم في الدراما ويبقى وجوده كمان مهم في نجاح المسلسل قدر يوصل لقلب المشاهد بسهولة جدا بساطة خبرة معايشة للشارع أفكار عايز أعرف الخلطة بتاعة محمد علي رزق طلعت منهين وعلشان كده جبناه في التاسعة نعرف إيه الحكاية الفنان التقيل زي ما بقول محمد علي رزق في التاسعة مساء الخير مساء النور وشكرا على الريبروتاج الحلوة على التقديم الحلوة دي أنت بجد عندك خلطة يعني تخطف الأنظار من البداية يمكن الناس مش عارفة أنك غاوي وهاوي وكمان متعلم للفن يعني كل الخطوات عملتها عشان توصل للخلطة دي أنا الفن بالنسبة لي لي علاقة بطفولتي أنا من زمان جدا وأنا مرتبط بالتلفزيون بحب أتفرج على الأفلام حب أتفرج على المسلسلات مش زي إخواتي مثلا أنا كنت عاود أتفرج وبقوم حافظ المشاهد واعود أمسلها يعني من صغري موضوع ده من مراية بقى وشغال ومع أخواتي إيه أكتر المشاهد اللي كنت أحافظها والله أنا مرة عورت أخويا آه ده أنت بتتقمس جدا آه بقى بمثل بقى بمثل يعني كنت بعمل كوارث آه هكت بعمل كوارث ومع طفل وكانت ممتي مدرسة في نفس المدرسة اللي أنا فيها آه فزميلاتها قالوا لها هدخلي فرقة المسرح بتاعت المدرسة عشان يهدى شو أحيان يطلع بقى الطاقة بتاعته آه بقى بيطلع طاقته في إخواته ويطلع في المسرح المدرسة مين الفنان اللي كان بيلفت انتباهك في السنة العمرية دي؟ اتنين مين؟ آه أستاذ عادل الإمام طبعا أستاذ محمود عبدالعزيز آه يعني أجمل من بعض مرحلة طفولتي كلها هي عبارة عن عادل الإمام محمود عبدالعزيز آه كبرت شوية في عدابي كده آه استهواني أستاذ أحمد زكي آه ده روحت معاها حبها حلوين وفضلت على الحال ده أنا مرتبط بالفن وأنا مش فاهم إن أنا مرتبط به بس أنت دور على عتاولة يعني آه يعني أنا بحبه خلاص بس مش فاهم إيه لأن جات الصدفة في سنوي جي سكن جنبنا ممثلة آه فقالت لي أنت تمثل فانزلت عملت كاستنج وبدأت أمثل من ثلث سنوي في صوت القاهرة قطاع الأطفال وهناك قابلت دكتور خليل مرسي رحمة الله عليه وقال لي على أداب مصرح حلوان فروحت درستي في أداب مصرح حلوان فبدأت أخطت الدراسة بقى آه الجد بقى درست في أداب مصرح وقدمت في مركز الإبداع الفني عند أستاذ خالد جلال ودخلت الورشة عند أستاذ خالد ربنا كرامني دخلتها وعملنا أهوة سادة ومن هنا بقى كاتل طبعا أهوة سادة كانت ملفتة لكل الحقيقة السنة دي بتاعت أهوة سادة أعتقد نجوم كتير جدا لمعوا فيها الحمد لله حتى دفعاتنا يعني فيها كتير ناس الحمد لله من أهم من ناس في الشغلان دلاتي محمد صروط محمد ممدوح تايسون فراج سلام هشام اسماعيل صحيح أمير صلاح الدين حمزة العيلي صحيح فالأب الروحي خالد جلال هنا أحدها أبويا وحبيبي وصديقي وكل حاجة يعني ترجمة نانسي قنقر